السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته في أحد الفيديوهات الأخيرة قلت فيها بأن الكون لا يتوسع أنه ما يتمدد احتج البعض من الأصدقاء وقال بأنك دائما تحاول أن تسيئ للدين وتحاول أن تنفي الإعجاز العلمي وأن الله ذكر كلمة موسعون وتنبأ بأن الكون يتوسع كما بالضبط كما أوضحته نظريات البيك بانك أو الانفجار الكبير حول هذا الموضوع سأعرض حججي وأعرض هذا القضية وأن في صلة الدين بالموضوع من البداية وأن هذه الصلة هي افتراضية أضافة لهذا سأعرض أيضا فيديو خاص بتوسع الكون وممكن أن تشاهدون تفاصيل دقيقة حول هذه العملية وبعد ذلك أحاول أن أفسر معنا كلمة موسعون وفقا للمفسرين الأساسيين مثل الطابري وابن كثير وغيرهم والقرطبي ويعني ناخد المعنى اللغة للكلمة موسعون وأيضا المعنى الفيزيائي لهذه الكلمة سواء بالصعيد الديني أو الصعيد العلمي فكونوا معكم هذا هو الفيديو اللي تحدثت به حتى تكون على بينا خلنا نستمع بالعكس ممكن أن تكون إلا أنت وعدما تكون حجبك صغير شو المشكلين بعض يقول أنه لا أنه هاي مسألة العجاز أن السماء بنيناها بأي دين وأنه لموسعون ويعتبرها دليل العجاز الحقيقة هذا الكلام يعني كلمة موسعون مو معنى التوسيع والها علاقة بالانفجار العظيم والبيك بان كان مخصوص بأشياء آخر مختلف فأي واحد بالإنترنت يسأل عن كلمة موسعون يعرف معناها والحقيقة أيضا حتى لو كان معنى أنه تجد معنى التوسع المستمر الحقيقة الكون ما يتوسع الكون يتمدد يعني الثاني تمدد ما يطلب إضافة على ما هو موجود أصلا يعني تتوسع من نضيف شيء هذا ما يكون شيء إضافة وعليه كما واضح بأنه مسألة لماذا نفرق بين كلمة تمدد وكلمة توسع السبب بسيط هو أن التوسع معناه إضافة شيء إلى شيء موجود يعني أن أنت اليوم مثلا حتى ناخذ مثال بسيط نوضح الموضوع نقول اليوم أنت عندك مثلا ألف كيلو هذا الألف كيلو متوزع على حجم مثلا ألف متر مكعب بعد أيام أو يومين أو أسبوع أو فترة صار عندك ألف كيلو لكن هذا الألف كيلو تضاعف مع الحجم يعني صار عندنا ألفين كيلو وأيضا صار عندنا ألفين متر مكعب مضاعف يعني يعني معناته هذا صار عندنا توسع لأنه صارت أدنى زيادة أما حين يتضاعف الحجم مثلا أحدنا ألف كيلو نفسه هذا لكن الألف كيلو باقي كما هو لكن الحجم تضاعف فبالتالي هذا لا يسمى توسع إنما يسمى تمدد أي إنه تمدد في الفراغ والألف كيلو ما زال هو نفسه ولم يحصل أي زيادة من الخارج إليه إنما هو باقي مثل ما هو كما هو يعني بالله مثال آخر مثل العجينة أو جبنة الموزاريلا هي نفسها تتمدد يعني ما راح تجيب شيء إضافي عليها وتضيف عليها حتى تقول بعد عندما تضيف عليه شيء تقول هاي توسعت أو تمدد أو توسعت أو ازدادت أو شيء من هذا طبعا لازم أأكد بأنه أنا ما أربط بين القرآن والآيات وهذا الموضوع هذا مش إني لكن هناك من يعتقد بهذا الشيء ويريد أن يفرضه على الجميع هو سوق له فكرة هناك أجاز قرآني وهو كانت الفكر أصلاً للدعاء بأنه بدلاً من أن نسبق العالم أن تسابق مع العالم ونقول نحن نشارككم في البحث العلمي وسنشارك في البحث العلمي وسنقدم نظرياتنا ونقدم علمائنا وسنسهم في مسألة مسألة إتقان المناهج العلمية وتقديم العلماء ونفكرين والفلاسفة ونساهم مثل غيرنا ونسهم مثل غيرنا في المؤجزة البشرية التي يشارك فيها الجميع ما عدنا نحن باعتبارنا نحن نقول نحن مسلمون ونحن هذا العالم كلهم كفرة ونحن لا نندمج معهم وهؤلاء يعادوننا ويعتبرونا مسلمين وشيء من هذا القبيل يعني بيننا وبين الآخرين حاجز فاخترعنا فكرة أنه نحن ما نحتاج هذه العلوم مالتهم بعد أن ثابتها بأن هذا العلوم قدمت أشياء لا يمكن التغافل علىها نحن كلنا عايشين بخير العلم وخير العلماء الذين اكتشفوا كل هذه المخترعات والمكتشفات فبالتالي ليس أمامنا سواء نتحجز بهذه أو تلك طلعنا أسماء مثل مصطفى محمود وغيرها وهذه الأسماء وروجوا فكرة الأجاز العلمي وأن العلم موجود في القرآن وموجود في كل شيء وهذه خدعة وفرية نشرها هؤلاء وبعد ذلك الناس صدقتها والآن الناس بعدها صدقت تفرضها علينا يعني تخيلوا هي كذبة وحتى الرجالي دي نفسهم يقولون يا ناس يا عالم فكرة الأجاز العلمي في القرآن مسألة تسير القرآن كتاب هداية وموأضة حسنة ودعوة لأبادة ترب واحد لا أكثر ولا أقل ليش نورطها نحط طلع من عنده علم نفسهم طلع من عنده كيميا ونطلع من عنده فيزياء فما لها دعا المهم الفكرة أن الكون يتمدد أو ينتفخ في الحقيقة يعني مثل واحد بطنة منتفخة ما راح يقولون أنت جاي تتوسع لا يقولون أنت أكو شيء من داخلك جاي جاي ينفخ بطنك منفوخة من الداخل بسبب غازات زادت لكنك أنت بقيت نفسك يعني نفس وزنك نفس حجمك الزاد لكنك بقيت باقي كما أنت نفس الحالة حدثت مع الكون دعني نشوف الفيديو الذي يصور لنا عملية انفجار كبير وكيف تمدد الكون عبر الفيديو كما ترون هذا صورة مصغرة انفجار كبير الكون تمدد وتسعى بهذه الطريقة ووصل إلى الحدود القصوى له دعني نشوف نفصله بالكامل هذا هو الكون ممكن نشوفون كيف شوفوا المجرات هاي على السطح وبالداخل المجرات والكواكب الكواكب لا ترى طبعا هاي المجرات كل مجرة بها بحدود 700 مليار نجم داخل المجرة هاي معدل يعني فشوف الكون كيف توسع يعني هو توسع في الفراغ أو شيء يعني ما معروف بالضوط الفراغ يسمى وهذا الفراغ انتشر وتوسع هناك النظرية ايضا تقول هناك ثلاثة طرق لتوسع الكون البعض يقول هاي الطريقة الاولى يقول انه الكون يتوسع بطريقة بطريقة ثلاثة طرق الطريقة يسمونها الطريقة المنفتحة الى مالانها يعني يستمر بشكل متواصل يظل يتمدد الى ان يوصل بعد ذلك للطاقة التي تستنفذ لكل المجرات وتبتعد عن بعضها وتصير في حالة برودة بعد ذلك هذه هي الطريقة الثانية هي يسمونها الكون المسطح فلات يونيبرس هذا الكون المسطح كما ترون كيف ممكن انه اشبه بفلات يعني ذات بؤدين تقريبا بؤدين بسمك ليسه بكبير هذا ممكن تشوفون كيف بعد ذلك يتم تصور يعني هناك معادلات فيزيوية هي توضح انه ما يحدث بالضرورة وفقا لهذا الكون هناك كون اخر الثالث هو الكون المغلق هذا في الحالة الاولى اذا كان الكون مفتوح راح يستمر التوسع الى ما لا نهاية كما قلنا اما اذا كان مسطح فانه سيتوسع الى اللا نهاية لكن ما الفرق يصير معدل التوسع من عدم بعد زمن معين يعني التوسع مالتا يتوقف بعد ما يزيد اكثر من هذا اما الكون المغلق فهذا اللون راح يتوقف عن التوسع بعد زمن معين ويبدأ بالانكماش والانهيار على نفسه وهذه الحالات الثلاثة المعدل التوسع راح يتباطئ والقوة اللي تسبب هذا التباطئ طبعا هي قوة الجاذبية حتى نفهم هاي الحالات الثلاثة ممكن استشكما ترون نفترض وجود سفينة فضائية هي حتى ليس كما ترون بالفيديو نفترض وجود سفينة فضائية هاي السفينة فضائية موجودة على الارض نعتبر الارض هي الكون بأكمله هاي السفينة فضائية تتخلص من من الارض حتى تتجاوز بعد ذلك هاي السفينة هاي السفينة انتوصل الى مدار تدور فيها حول الارض بدون ان تسقط عليك ما يحدث مع الاقمار الصناعية هذا يسمونه الكون المسطح اما الحالة الثالثة اذا اعطيت السفينة اكثر من الطاقة اللازمة لتجاوز الجاذبية الارضية فانها بعد خروجها من المجال الجزوي سوف تمتلك دائما سرعة زائدة بحيث تستمر في المسير وربما يعني تستمر بعد تغادر المجموعة الشمسية باكملها وتنطلق الى حيث اللانهائي والسبب ما هو السبب العدم موجود اي قوة اخرى تود السرعة او تقاومها في طريقها في طريقها هذا عملية الاستبرار هذا راح تصير عملية يسمونها الموت الحراري للكون اشتركوا في القناة 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 ت concurrence سبتكم اشتركوا في القناة بالذي اتركوا في القناة سوف تكون من جلال من من الجلال هذه تسمة تستمر المنحي بإجراء بحيث ما انو ملحي بحيث وفيتا الى شخص من جلال لأي ملحي لام Pokemon كما رأيتم هذه كل الطرق اللي شفناها هي الطرق لا علاقة لها بالتوسع فإنما كلها علاقة بشيء اسمه التمدد وهذا التمدد ربما شوفون هذا النموذج للانفجار الكبير البيك بانك بالأسفل ويبدي بعد ذلك اللي هو أجزاء من أجزاء الثانية العملية الانفجارة اللي حددت هاي هناك طاقة مكثفة هائلة جدا داخل نقطة الصفر التقريب اللي مشابه للصفر اللي انطلقت منها هاي الطاقة وخلال فترة لا تقدر بزمن من الزمن بحجمها بحجم الصغر من هذا الوقت انطلقت كميات لا يمكن تخيلها من الطاقة هاي وفقا لمعادلات الفيزيوية هي تعطيك هذه الأرقام بعد ذلك شوف الكون كيف يتوسع بهاي الطريقة والان هو يعني كل الكون متوسع بتشوف المجرات عندما شوفون على سطح الخارجي السطح اللي أمامنا نشوفه شوفوا المجرات والكواكب كواكب وينها كواكب لا ذكرة لها في هذا المكان يعني كواكب حتى أصغر مجرات الرمر في هذا العالم لكن المجرات اقصد هنا ممكن ان يشاهد فقط المجرات وحسب ما شفنا بالفيديو قالت انه المجرات تقريبا معدل المجرات 700 مليار نجم في كل مجرة وهي المجرات نفسها عدتها ايضا 700 مليار مجرة ورقم ارقام يعني ماهولة لا يمكن تخيل تخيلها بحيث يعني حتى نعرف معنا كلمة مليون مثلا المليون نحن اذا واحد يظل يعد من واحد الى مليون يمكن يحتاج الى 270 سنة حتى يوصل للمليون تخيل اذا هو بدون اكل وشرب يعني هذا العدد من السنوات حتى يستطيع ان يعد من واحد الى مليون تخيلوا الرقم فكيف بالمليارات حتى تخيل حجم الارقام المهولة عموما الفكرة يتقولها بانه احنا التوسع الكون هو يعني نربط بين الالم والدين بطريقة اعتباطية وانا اعتبر ان لدينا اجاز في الكتب الدينية المقدسات الدين لا علاقة له بالالم على الاطلاق يعني يقول لك لا يطلعك النظريات ويسونك مؤتمرات وقصص هاي كلها قصص مزيفة لا علاقة لها بالواقع الالم لا وجد اي علاقة بينه وبين الدين الدين شيء مختلف تماما واقصد العلم العلم الساينس لا اقصد الشيء الاخر ولدي حلقة اليوم كتبت السكريبت معلها او المخطط معلته حاول رد على نظرية السيد القناة بحول العلم لانه يحاول ان ينتقص من العلم ويقول ان هذا العلم متسوس يعني هو يبدو تم العلماء هو هدفهم الاول واخير هو الرد على الدين والتعرض للدين يعني يصور العلم والعلماء دائما اتهم حس مؤامراتي ضد الدين وبالحقيقة هاي مسألة هو خاصة به لكن العلم هو مجغول يعني مو بحال الدين ولا بحال اي شيء اتهم مليارات البحوت ومليارات الافكار والعلم راه بعد يعني لا توصل لانت ولا واحد ولا دين ولا يوصل لأي شيء السياسة متوصلة العلم اثبت انه قدم للانسانية ما لم يقدمه اي توجه توجه فكري او معرفي او تقني كل لا يمكن ان نتخيل حجم المجهزات اللي قدمها العلم الان اختم الفيديو واتحدث عن الموضوع من الجانب اللغوي ماذا يقول الجانب اللغوي اية والسماء بينيناها بأيدي وأنها لموسعون هذه معناها انه المعنى السعة انه معنى التوسع يتعارض بالضرورة مع معنى التمدل اذا ما يقول مثلا في اذا ما رأي الكتب اللغة كلمة موسعون معنى تقادرون هاي حسب تفسير البغوي عندما نروح على تفسير البيضاوي يقول واننا لموسعون كيف في السرحة يقول ابن عباس قال انها المقصود بها اننا لقادرون ايضا هذا عندما نروح على تفسير البيضاوي ماذا يقول يقول واننا لموسعون معناها واننا لقادرون اي من الوسع معنى الطاقة والموسع هو القادر على الانفاق أو لموسعون السماء أو ما بينها وبين الأرض أو الرزق حسب تفسير الجلالين الصيوطي الثاني وأن لموسعون يقول معناها قادرون ويضرب مثال يقول آدى الرجل يأيد قوي ما أعرف شنوها آدى الرجل يأيد قوي وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة بتفسير الطبيق القرطبي يقول وفي السماء آيات وعبر تدل على أن الصانع قادر على الكمال الآية القرآنية هنا أيضا لا تعني التوسع في الكون وتصديق ما يحتاج لنصدقها المروج حكاية العجاز العلمي حتى نقول تسيئ للدين بقدر ما تسيئ للألم وللناس أجمعين فقدما نجعل لغة أيضا نقول أوسع يوسع يساعا أي بمعنى صار ذا سعة وغنى هاي بالقاموس المحيط لا ممكن ترون تفسير قرطبي للآية قوله تعالى والسماء بينناها بأيدي لما معناها لما بين هذه الآيات طالة وفي السماء آيات وإبر تدل على الصانع على أن الصانع قادر على الكمال فعطف أمر السماء على قصة قوم نوح لأنهما آيتان ومعنى بأيدي أي بقوة وقدرة ويقول عن ابن عباس وغيره وإننا لموسعون معناها لقادرون أي وإننا لذو سعة وبخلقها وخلق غيرها لا يضيق علينا شيء نريده وقيل أي وإننا لموسعون الرزق على خلقنا هذا أيضا عن ابن عباس الحسن شي يقول وإننا لمطيقون وعنه أيضا وإننا لموسعون الرزق بالمطر وقال الضحاك أغنيناكم دليله على الموسع قدره في البقرة آية 236 وهكذا ممكن تطلعون بلافسكم أنا أعطيتكم الملخصات كلها طبعا هذا اللي ما يقتنع لا يريد أن يخبر يعني ما شو تريد تسوي له هو بالتأكيد هناك لن يقتنع بهذا الشيء إنه يريد الفكرة اللي بدراه ستبقى يعني هو مستطعم هاي المسألة فيريد يصدق بأنه في هذا في القرآن في دينه كل شيء موجود يعني أطلب ما تشاء ستجد ما تتمنى كل ما تتمنى فهذه الفكرة اللي أنا أعتبرها نوع بها نوع من الطفولية إنه يريد كل شيء يا أخوة الدين الناس كلها عادة دين مو بس تتعدك دين يعني الدين موجود نحترمه ونوضعه في مكانه صحيح لا أن نحشر أنف الدين في كل شيء ها أنت تسيئ للدين وتسيئ لنفسك وتسيئ لعائلتك وللومجتمعك ولبلدك ولمستقبلك ولمستقبل أولادك فأنت عندما تدخل الدين في كل شيء هذه العملية أنت بشكل أو بآخر تستهين بنفسك تستهين بذاتك لا تضع الدين إلا في يعني هو الإدمان شنو الإدمان هو الإدمان أنا أعدي حلقة عن الإدمان الديني هو ما هو الإدمان الإدمان أنه تجعل من هذا الشيء الذي تعودت عليه هو كل حياتك هو المدمن على الخمر ما هو هو تلقى أربع أجل ساعة يذكر ما عنده شيء بالحياة غير السكر الدين السكر بالدين هو الحالة نفسها السكر بالسقاير مثلا الإدمان أو العادة هي التي التي تدمر شخصية الإنسان وهاي العادة يتم زرحها عامدا من قبل رجال السلطة ورجال الدين المتحالفين معهم والهدف السيطرة على الناس لأنه إذا كل واحد يتصرف ويتبع آراء ويبني شخصيته بنفسه إحنا راح نقصر لأنه ما راح نسيطر عليه راح يكون هو بسواسية معانا وعلى مستوى واحد ولن نستطيع السيطرة عليه واستغلاله واستعباده عموما أنا هاي الفكرة أتمنى وصلتها وأتوقع أنه سأتحدث عن قضايا العلمية مستقبلا وأسوح سلسلة حلقات خاصة بالكيميا الكمية مع السلامة وشكرا جزيلا وأسف على الإطالة